اشتركوا في القناة 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 رقم بفص الجزيرة هل ظاهر قدامنا لأم الظاهر وبالتالي دي الإجابة لأن فص الجزيرة بيكون مغطى من برة من الشكل الخارجي بتاعه يعني بالفص الجبهي بيكون مغطى بالفص الجبهي والفص مين اللي هو الجداري نقدر نشوفه فقط عن طريق مين عن طريق اللي هو القطاع العرضي لقشة مين لقشة المخ رقم جيم الفص اللي هو الصادغي طبعا قدامنا هو اللي هو الأخضر ده ده عبارة عن الفص اللي هو الصادغي فظاهر قدامنا و طبعا الفص الصادغ ده المهم بتاعته بيحتوي على مين مراكز حاسة إيه اللي هو الشم واللي هو التزوك واللي هو مركز السمع فإذا ما إفحش معنا هناك رقم ده الفص اللي هو القفوي طبعا قدامنا هو ده فسمي الفص القفوي و طبعا ده كمان ظاهر قدامنا في reasoning فهم في أحش heights و طبعا ده بيحتوي على مين على مراكز اللي هي حساسة تتحكم في حاسة مين في حاسة اللي هي الإبصار يبدأ كده الإجابة الصحية رقم بيد أي من الأيونات التالية يؤدي توزيع غير المتكافئ بينها لحدوث فرق الجهد سالب 70 ميلي فولت للخلية العصبية ودلوقتي بيكلمني على مين؟ ده بيكلمني دلوقتي على حالة مين؟ على حالة اللي هي الاستقطاب حالة إيه؟ الاستقطاب لأن سالب 70 ديه بيتمثل حالة مين الاستقطاب؟ حالة الاستقطاب اللي احنا فاكرين كان الغشاء من برة بيكون موجب الشحنة ومن جوه بيكون سالب ايه؟ سالب اللي هو الشحنة السبب في الكلام ده كان عندنا اللي هو تركيز اللي هي الايونات بتاعت السوديوم من برة اكتر من جوه بمعدل من 10 الى 15 مرة كان عندنا في الداخل تركيز الايونات اللي هي البوتاسيوم اكتر من برة بمعدل حوالي 40 مرة كان عندنا في الداخل اللي هي جزئات البروتينات السالبة وكمان اللي هي جزئات اللي هي القولوري السالبة بيكون في الداخل اكتر منين اكتر من الخارج تعال نشوف الاختيارات كده اول حاجة ايونات القلور وايونات السوديوم طب ما دلوقتي فيه ايونات تانية كمان ما احنا لسا يلين انه كان فيه جوه متراكم مين ايونات اللي هي مين البوتاسيوم جوه قد مرة حوالي اربعين مرة ما جابش سريتها فازن دي ما نفعش اختارها رقم به ايونات السوديوم سوديوم صح ايونات البوتاسيوم بس ما جاب ليش سريت مين هنا الايونات مين اللي هي السالبة سواء اللي هي جزئات البروتينات السالبة او ايونات القلور ايه السالبة فازن ما نفعش اختار دي كمان رقم جيم ايونات البروتينات وايونات القلور طب ودلوقتي بيكلمنا على مين بيكلمنا على ايونات السالبة طفين الايونات المجابة سواء السوديوم او اللي هو البوتاسيوم ما جابش سريتها ما نفعش اختارها رقم دل الايونات السالبة والمجابة عموما طبعا ديها الإجابة الأفضل عندنا علشان هنا بيكلمنا على أيونات مين السالبة والأيونات السالبة زي مين جزئات البروتينات السالبة وجزئات اللي هي أيونات اللي هي القلور إيه السالبة عندنا اللي هي المجابة زي مين زي اللي هي أيونات اللي هي الصوديوم المجابة وأيونات اللي هي البوتاسيوم المجابة في إذن ديها الإجابة الأشمل والعامة عندنا فنختار مين رقم إيه رقم دال أي مما يلي لا يعتبر من وظائف عملية النتح في النبات لا يعتبر خليبانا رقم ألف يزيد من معدل امتصاص العناصر المعدنية من التربة طيب ما كلام ده صح احنا متدور على حاجة غلط خليبانا لان لما بيحصل عملية تبخر من اللي هي تبخر الميا من اللي هي قدر خلايا اللي هو النسيج اللي هو الميزوفيلي الى هواء اللي هي المسافات البينية الكلام ده بيؤدي الى ايه الى زيادة التركيز اللي هي عصارة الخلايا وبالتالي هتبدأ تسحب الميا والميا ده يفهمين عناصر ايه معدنية وبالتالي هنا يساعد على ايه اللي هي زيادة الامتصاص بتعمين العناصر المعدنية فالكلام ده صح رقم بيه يسمح للنبات بدخول سانوكسيدا كربون اللازم للبناء الضوئي هل ان عملية النتحة اللي هي علاقة بالكلام ده طبعا غلط ملوش اي علاقة فايزن ده اللي احنا نختاره يبا دي حاجة غلط بالنسبة ملاش علاقة ايه بعملية النتحة لان النبات اللي احنا فاكرين كان بيقوم باعادة امتصاص مين اللي هو استخدام اللي هي فضلات العملية اللي هدم زي مين زي سانوكسيدا كربون اللي هو بينتج من عملية مين من عملية التنفس عشان يستخدمه في عملية مين البناء الضوئي رقم جيم تلطيف درجة حرارة النبات طبعا لما ميت اللي هو النتحة بتبدأ تتبخر بيعمل فعلا على تلطيف مين درجة الحرارة وبيبرد مين اللي هو النبات فاكلان ده صح رقم دل يرفع المزيد من الماء من التربة اللي هو الاوراق ما احنا لسا يلي من شوية احنا قلنا والله لما المية تتبخر من اللي هي القدر بتاع اللي هو النسيج اللي هو الميزوفيلي الى اللي هي المسافات البينية هيعمل ايه هيؤدي الى رفع اللي هي تركيز اللي هي العصارة وبالتالي هنا هيسحب مين اللي هي المية من التربة مين للأوراق فكمان ده صح يبقى الحاجة الوحيدة اللي غلطة لها رقم مين رقم بيه الشكل المقابل يوضح جزء من محور اولي يبلغ قدامنا ده عبارة عن جزء ايه من محور اولي للنبات المستحية ماذا يحدث عند اللمس يا طرى لما نلمس اللي هو النبات ده ايه اللي يحصل لو احنا فاكرين طبعا لما كان بلمس اللي هو النبات ده كان بيبدأ اللي هي طبعا احنا عارفين طبعا اللي هو الجزء السفلي من اللي هي الانتفاخ الاولي بيكون اقصر الرقة من اللي هو ايه الجزء العلوي بتاع ايه اللي هو الانتفاخ الاولي وبالتالي هنا مجرد لمس النبات بيبدأ هنا الماء اللي هي موجودة في النصف السفلي بتبدأ تروح لمين إلى اللي هي الأنسجة المجاورة وبالتالي هنا بيحصل عملية تقلص وبعد كده بيبدأ ينزل مين اللي هو المحور الأولي فبول رقم ألف ينحن الجزء رقم واحد اللي هو المحور الأولي فيتقلص الجزء رقم اثنين هو مفروض مين اللي يحصل الأول ده مفروض يحصل عملية تقلص لمين اللي اثنين الأول وبعد كده ينحن مين اللي هو رقم واحد معايا فيهنا ما يبدل الإجابة كلام ده غلط رقم بيه يتقلص جزء رقم اتنين تمام اللي هو الانتفاخ الأولي بعد كده ينحني جزء رقم واحد اللي هو المحور الأولي كلام ده صحي بديل إجابة احنا عارفين طبعا احنا لسا ألين ان بيحصل فعلا تقلص لمن للسطح السفل اللي هي الانتفاخات سواء أولي أو سنوية حتى بيبدأ هنا يزداد اللي هو النفازية بتاعته اللي هي المية الى الانساجة اللي هي المجاورة وبالتالي هنا ينحني مين اللي هو المحور ايه الى اولي رقم جي يتقلص الجزء رقم اتنين تمام فيزداد نفاز الماء الى الجزء رقم واحد هل المية هتروح هنا لا ده مفروض هتروح لمين للخلاء ايه المجاورة فالكلام ده كمان غلط رقم دال يزداد خروج الماء من الجزء رقم واحد هيطلع المية من هنا لا مفروض المية تطلع من هنا يبدأ غلط فتقلص جزء رقم اثنين لا هي المفروض المية تطلع من اللي هو الجزء السفل منهم بتاع اللي هو الانتفخات مين الأولية فأصبح ده غلطي بكده إجابة صحة رقم بي أي من أجسام الخلايا العصبية التالية تتواجد في المادة الرمادية للنخاع الشوكي أول حاجة عندنا اللي هي الموصلة والحسية طب ناخد حاجة كده أول حاجة عندنا اللي هي مين اللي هي الموصلة الموصلة صح ليه علشان هي موجودة بأكمالها داخل اللي هي المادة الرمادية إنما الحسية غلط لأن الحسية كان موجودة فيها اللي هي نهايات العصبية بتاعتها هي اللي موجودة فين في المنطقة إيه اللي هي الرمادية الإجابة دي غلط بالنسبة لنا رقم بيه الموصلة والحرقية طب أول حاجة اللي هي الموصلة إحنا وإنه والله موجودة بأكمالها فين في المادة إيه الرمادية الحاجة الثانية الحرقية الحرقية يطرى صح والغلط طبعا صح لأن الحرقية اللي وإحنا فاكرين كان جسم اللي هي الخلية اللي هي الحرقية كان موجود فيه المادة ايه فيه المادة الرمضية وبالتالي دي الإجابة الصح رقم جيم الحرقية احنا لسا يلين الحرقية صح احنا قلنا الجسم بتاعها موجود فيه المادة الرمضية الحسية غلط علشان النهايات اللي هي العصبية هي الموجودة فيه اللي هي المنطقة الرمضية رقم دال الحسية احنا لسا يلين غلط علشان قلنا اللي هي النهايات العصبية بتاعتها هي الموجودة في المادة الرمضية الحركية صح الموصلة صح فأصبحت العبارة غلط يبقى كده الصح الوحيد اللي هي رقم به أي الخلايا التالية لا القدرة على الانقسام رقم ألف خلايا الطبقة السطحية لبشرة اللي هي الجلد هل الكلام ده صح طبعا غلط علشان ديت عبارة خلايا ميتة غير حية كان بتحتوي على اللي هي مادة اللي هي الكرياتين اللي هي بتعمل على حماية مين الجلد من غزه الميكروبات رقم به خلايا الطبقة الداخلية لبشرة الجلد صح طبعا الكلام ده دي الإجابة صح لأنها كان بتتكون من خلايا حية كان دايما متعود باستمرار اللي هي طبقة مين الطبقة اللي هي السطحية تمام عن طريق اللي هي التجدد ايه المستمر رقم جيم الخلايا العصبية طب ما احنا عارفين ان هي ما عندهاش اصلا جسم مركزي ما عندهاش سنتروسوم ما تقدرش تنقسم رقم دالت خلايا الدم الحمراء دي ما عندهاش انوية وبالتالي برضك ليس لها القدرة على الانقسام يبقى الحاجة الوحيدة اللي لها القدرة على جلد اي مما يلي ليس من الخصائص المشتركة بين كل من المخ والحبل الشوكي عاوزين حاجة مش موجودة فيه مهمة الاتنين رقم الف يحمي كل منهما انسجة عظمية طب عندنا اول حاجة اللي هو المخ طب اللي بيحميه فعلا انسجة عظمية زي اللي هي عظامة جمجمة ويدي عبارة علبة عظمية طب الحبل الشوكي كان بيحميه اللي هي مين فقرات اللي هي العمود الفقري كان عدادها تلاتة وتلاتين فقرة فإذن هنا في أنسجة عظمية فيهم هما الاتنين ما نفعش نختار ده رقم بيه يحاد كل منهما بنفس الأخشية السحائية بردك الكلام ده مظبوط ما نفعش نختارها نحن عاوزين حاجة أي ليس خلي بالنا كان عندنا والله اللي هي المخ والحبل الشوكي كان عندهم حواليهم اللي هي أخشية من اللواء الداخل للخارج كان أول حاجة عندنا اللي هي الأم الحنون ثم العنكبوتية ثم الأم الجافية رقم جيم يصل السيال العصب للفعل المنعكس لكليهما في نفس الوقت هل بيصل السيال العصب اللي هم هما الاتنين في نفس التأويد طبعا لا وبالتالي دي الإجابة طب ليه لو احنا فاكرين ان السيال العصب للفعل المنعكس بيصل الأول مين إلى اللي هو النخاعي الشوكي تمام بعد كده بيبدأ لأن النخاعي الشوكي كان خلبانا كان بيحتوى على آلاف من اللي هي الأقواص الأناكاسية بعد كده يصل لإيه يصل إلى المخ رقم دال يقسم كل منهما إلى منطقتين فعلا برضك احنا عندنا والله المخ ده بقسمه إلى منطقتين اللي هي المنطقة الرمادية ودي بيكون يمت برة اللي هي قشرة مخية وعند اللي هي المنطقة البيضاء بيكون يمت الداخل أما الحبل الشوكي بيكون العكس المنطقة البيضاء بيكون يمت الخارج أما المنطقة الرمادية اللي هي على شكل حرف H بيكون يمت الداخل فيزن دي كمان صح منفع شخطرها يبقى الحاجة الوحيدة اللي هي مش موجودة فيهم الاتنين اللي هي مين رقم G فيها الشكل المقابل ماذا تمثل الخلايا العصبية من رقم واحد إلى رقم ثلاثة على الترتيب تعالوا نبص كده على الخلايا اللي قدامنا هنبص على رقم ثلاثة الأول كده رقم ثلاثة زي ما احنا شايفين النهاية بتاعتها متصلة بمين متصلة بعضلة اللي قدامنا دي عبارة عضلات تمام والعضلات طبعا دي بتعتبر عضو إيه عضو الاستجابة طالما هنا متصلة بيه اللي هي عضلة اللي هي عضو الاستجابة معنا كده اللي قدامنا ديت اللي هي رقم ثلاثة ديت عبارة عن خلية عصبية حركية يبقى رقم ثلاثة ديت عبارة عن خلية عصبية ايه حركية علشان بتتصل بعضو اللي هو الاستجابة سواء عضلات او ايه او غدد رقم اتنين طبعا ده عبارة جسم الخلية وهنا المحور بتاعت فرع الى فرعين فرع قصير بيروح ليه اللي هو الجهاز العصبي المركزي والفرع الطويل ده بيروح الى اللي هي المستقبلات الحسية اللي هي اعضاء الاستقبال يعني معنى كده اللي قدامنا ديت عبارة ايه عبارة خلية عصبية حسية يبقى ديت عبارة خلية عصبية حسية مديني طبعا التالتة هنا حسية وحركية وهي موصلة يبقى رقم واحد دي عبارة خلية عصبية ايه موصلة احنا ماشي ايه بالترتيب من واحد لايه من واحد لتلاتة واحد مين موصلة يبقى نبدأ بالموصلة يبقى دي كده بالنسبة لنا غلط موصلة صح موصلة صح بعد كده اتنين حسية اتنين حسية يبدو كده غلط يبقى كده الاجابة رقمين ورقم بين حسية واخر حاجة ليه ايه حركية يبقى الاجابة الصحة رقمين ورقم بين اين توجد اعلى نسبة من اليوريا اول حاجة عندنا اللي هو الوريد اللي هو الكابدي طبعا ده الاجابة صحة طب ليه لو احنا فاكرين الكابد كان مهمته الرئيسية بيقوم بفصل مجموعة الامين اللي هي NH2 من اين من الاحماد الامينية اللي هي زايدة عن حاجة الجسم كان بيبدأ يحول الى ايه الى يوريا كان بيتم طردها عن طريق مين عن طريق اللي هي كليتين في صورة اللي هي باولينا كان بيمر الكلام ده خلال مين خلال اللي هو الوريد ايه الكابدي فالكلام ده صح بالنسبة لنا رقم به الوريد البابي الكابدي طبعا ده غلط ليه علشان كان بيتم عن طريق اللي هو امتصاص المواد الغذائية من الخملات وطبعا ما بيكونش لسه حصل تكسير المين لجزئات اللي هي الاحماد الامينية زايدة عن حاجة الجسم وكان لسه ما تم مش تحول الى ايه الى يوريا في اذا ده بنسبة لنا غلط رقم جيم ايه الشعيرات الدموية الخارجة من اللي هي النفرون طبعا ده غلط لان هنا حصل عملية ايه طنقية للدم من كليتين يعني هنا نسبة اليوريا فيها قليلة رقم ده الوريد اللي هو الكالوي طبعا هنا حصل عملية طنقية للدم في كليتين والدم هنا بيبدأ يرجع ليه اللي هو الوريد مين اللي هو الكالوي طبعا مناقة ما فوش ايه ما فوش يوريا وبالتالي ده هيكون بيحتوي على اقل للنسبة من ايه من اللي هو اليوريا ايه الاشكال التالية يعبر عن الانتشار الصحيح للاغزين في قمة الغلاف الورقي لبادرة شوفان معرضة للضوء من الجانب بين الايصر يبقى الضوء جاي من اللي هو الجانب مين اللي هو الايصر تعال نشوف كده اول حاجة عندنا يبقى الضوء جاي كده تمام من الجانب الايصر احنا عارفين طبعا من نسبة ليه لما يكون فيه اللواء المؤثر عندنا اللواء الضوء جاي من احد الجانبين بتبدأ هنا الاوزينات تتجه الى الجانب البعيد اللي هو الجانب المظلم فهنا النسبة اكام 65% فمعنى كده الاوزينات فعلا من راحت للجانب البعيد اما اللي هو الجانب اللي هو القريب من الضوء بيكون نسبة الاوزينات قليلة 35% هيكون نتيجة الكلام ده ايه هيكون نتيجة الكلام ده ان الخلايا في الجانب البعيد عن اللواء الضوء هتنمو بمعدل اكبر فينحني اللواء الصاق تجاه مين تجاه الضوء بساميه في الحالة ديتنا ان الصاق موجب الانتحاء الضوئي فالكلام ده صح دي اللي جابه صح هنبص على هنا كده ده أنا عندي هنا اللي هزينات مدي هنا العكس ده هنا مديني في الجانب البعيد 30% والجانب القريب ايه 70% ده المفروض العكس المفروض الكتير ده يكون فيهن في اليمة التانية هنيجي هنا هلاقي هنا الاتنين متساويين هيكون متساويين امتى ده لو كان عندي يلاقي الأشعة الضوئية جاي ايه سقط عموديا على النبات مش من أحد الجانبين لأن هنا قال لي ايه من الجانب مين اللي ايصر خلي بنا هنا برضه قد ديه غلط علشان هنا مديني هنا اللي هو الجانب اللي هو بعيد عن الضوء التركيز هنا لو زينات أقل الجانب القريب من الضوء التركيز ايه اعلى مفروض العكس فأصبح دي كمان غلط يبس صح اللي هو رقم ألف اي جزئين مما يلي لا يتصلان ببعضهما مباشرة او عن طريق مكون اخر اول حاجة عندنا الخلايا العصبية الحسية والخلايا العصبية الحركية طب ما احنا عارفين اللي بيربط بينهم اللي هو مين الخلايا العصبية الموصلة ما فعش اختار ده رقم بيه قانطارد فارل والنقاع اللي هو الشوكي والله اللي يربط بينهم اللي هو مين اللي هو النقاع اللي هو المستطيل ما فعش اختار ده رقم جيم الفصل الجبهي والفصل اللي هو القافوي هل هنا فيه حاجة بتربط بينهم الاتنين طبعا لا وبالتالي دي الإجابة تمام احنا عارفين طبعا الفصل الجبه اللي هو احنا فاكرين كان ده موجود فيه مقدمة اللي هو المخ وكان بيحتوي على مين على اللي هو مراكز اللي هي الحركات الإرادية وكمان مراكز الزكرة والنطق الفصل القفو ده موجود فيه اللي هو الناحية الخلفية للمخ وكان بيحتوي على مراكز حساسة تتحكم في حسة مين؟ الإبصار رقم دال الدماغ الأمامي والدماغ اللي هو الخلفي طبعا اللي بيربط بينهم مين اللي هو الدماغ إيه الأوسط منفعش إيه أختاره وطبعا الدماغ الأوسط ده كان بيعتبر أصغر أجزاء اللي هو إيه الدماغ هذه الخلايا التالية تمثل الخلايا العصبية الصادرة فيها التشابك العصبي العضلي أول حاجة عندنا اللي هي مين اللي هي الحركية طبعا دي الصح عندنا يبقى عندنا الصح اللي هي مين رقم ألف اللي هي مين اللي هي الخلايا اللي هي العصبية مين الحركية الحركية اللي وحنا فاكرين كانت مهمتها أنها بتقوم بنقل اللي هي السيالات العصبية منين؟ من الجهاز العصبي المركزي إلى عضاء مين؟ إلى عضاء اللي هي الاستجابة زي اللي هي الغدد أو اللي هي العضلات فعشان كده كنت بسميها خلية عصبية صادرة رقم به طبعا غلط اللي هي الحسية علشان كنت بسميها خلية عصبية حسية أو بسميها اللي هي خلية عصبية واردة لأنها كان بتقوم بنقل السيالات العصبية من أعضاء الاستقبال إلى الجهاز العصبي المركزي الموصلة طبعا دي بتربط بين خلية العصبية الحسية والخلية العصبية الحركية دي غلط طبعا رقم ده المختلطة طبعا دي بيكون عبارة عن خلية حسية وحركية معا زي كل أعصاب اللي هو الحبل الشوك اللي هي عددها 31 زوجه كلها بيكون مختلطة يبال إجابة الصحة رقم ألف الأشكال الآتية تمثل المراحل التي يمر بها غشاء ليف عصبية مر به سيال عصبي أي الاختيارات التالية تمثل ترتيبها ابتداء من حدوسها وقت مين؟ وقت الراحة يعني نبدأ من وقت مين؟ وقت الراحة في نوقت الراحة طبعا من بره لازم يكون من موجب ومن جواب يكون إيه سالب في إذن ده وقت الراحة بالنسبة لنا يعني نازم نبدأ برقم مين؟ برقم ثلاثة يبال لازم نبدأ بإيه؟ برقم ثلاثة طبعا لو قدامنا ده بيمثل مين حالة إيه؟ الاستقطاب وقت الراحة بيكون هنا فرق اللي هو الجهد التأثيري سالب 70 ميلي فولت الغشاء من بره بيكون موجب ليه؟ ومن جوا سالب بره موجب وجوا سالب علشان بيكون تركيز أيونات الصوديوم في الخارج بيكون أكتر من جوا بمعدل حوالي من 10 إلى 15 مرة تركيز أيونات اللي هي البوتاسيوم في الداخل بيكون أكتر من بره بمعدل حوالي 40 مرة تركيز اللي هي جزئات البروتينات السالبة واللي هي أيونات القلور اللي هي السالبة بيكون في الداخل أكتر منين؟ أكتر من بره يعني نازم نبدأ برقم مين؟ رقم ثلاثة هنا بدأ برقم واحد غلط بدأ برقم ثلاثة صح بدأ باثنين غلط بدأ بأربعة غلط طيب كده الإجابة رقم مين؟ رقم اللي هي رقم به بعد كده عندنا اللي هي مين رقم اللي هي اربعة اربعة فعلا لان اللي قدامنا ده هيمثل لي مين هيمثل لي هنا اللي هي مرحلة اللي هي ازارة اللي هي الاستقطاب او بسميها اللي هي الاستقطاب هنا بيبدأ يندفع هنا كميات كبيرة منين ايونات السوديوم الى الداخل ويطلع كميات قليلة منين من البوتاسيوم الى الخارج هيصبح هنا فرق الجهد هنا التأثيري كام موجب اربعين ميلي فولت يبدأ رقم اللي هو الحاجة التانية عندنا اللي هي رقم كام رقم اربعة بعد كده أنيجي بعد كده مين رقم مين رقم واحد عندنا المنطقة ديتنا اللي هي كدية هتبدأ تعود إلى وضع الراحة أي مرة تانية وعنده هنا يبدأ يتنقل هنا اللي هو المؤثر مين إلى اللي هي المنطقة اللي هي المجاورة لها فانا عنده هنا رقم واحد ديتنا هتمثل لمرحلة مين انتقال اللي هو مين السيال العصبي بيبدأ هنا تسبب اللي هي إزارة الاستقطاب في أول منطقة في تنبيه اللي هي المنطقة مين اللي هي المجاورة لها وبالتالي هنا هيحصل نفس الطائرة اللي احنا لسا يلين عليها وبالتالي هنا هيبدأ يتنقل اللي هو السيالة العصب على عية ايه موجات من اللي هي ازالة الاستقطاب ثم عودته ثم ازالته ثم ايه عودته على طول مين اللي هي اللي فا ايه اللي هي العصبية اخر حاجة عندنا اللي هي مين اللي هي رقم اللي هو اتنين اللي هو قدامنا ده وطبعا دي اتنقل اللي هي هتمثل بقى ايه اللي هي العودة ايه الى حالة اللي هي الراحة مرة تانية تمام وهنا بيبدأ هنا الغشاء اللي هو بتاع الخلية العصبية بيبدأ يفقد النفذية بتاعته اللي هي ايونات مين اللي هو السوديوم الى الداخل مش هيدخاله يعني وفي نفس الوقت يطلع للي هي ايونات مين اللي هي البوتاسيوم الى ايه الى الخارج ويبدأ الغشاء هنا يعود للنفذية بتاعته قبل اللي هي عملية التنبيه ويرجع اللي هو التوزيع غير المتكافئ للعيونات على جانبي اللي هو الغشاء وكمان في المرحلة دي هنا هتحصل فترة ايه اللي هي الجموح اللي هو الغشاء هنا هيبدأ يستعيد اللي هي الخواص الفيسولوجية بتاعته يبقى عندي اخر حاجة عندنا اللي هي واحد قلنا بعد كده اخر حاجة اللي هي كام اللي هي رقم اتنين يبقى الاجابة الصحة رقم بي اي مما يلي تشابه عمله في الحيوان مع عمل الصغور في النبات لو احنا فاكرين من ضن مهام اللي هي الصغور في النبات اللي هو النات حمين الصغري النبات بيفقد عن طريق اللي هي الصغور حوالي 90% من مجموع الماء اللي هو بيفقده في صورة ايه بخار مية كمان كان فيه عندنا حاجة اسمها الصغور المائية اللي هو بيتم من خلال عملية مين عملية اللي هي الادماع اللي هي بيكون عبارة خروج اللي هي قطرات مائية عند اطراف بعض اوراق النباتات في الصباح ايه الباكر في نهاية فصل مين الربيع يبقى معنا كده هيتشابه مع اللي هو الحيوان فين فيه اللي هو مسام اللي هو الجلد لان كان مسام الجلد كان بيطلع عن طريقها مين اللي هي ايه العرق خلي بالنا تمام عن طريق مين اللي هي الغضدة العرقية لان كانها بيتبخر من اللي هو العرق على سطح الجسم فكان هنا بيعمل على مين على خفض درجة حرارة اللي هو جسم اللي هو كان الحي او اللي هو الحيوان فبقول لرقم ألف اللي هو الكيلية طبعا الكيلية طبعا ديه غلط علشان ديه تعبارة عن عضو اخراج فيه الحيوان الجسم طبعا هنا بيتخلص من عن طريق كيلتين من الماء الزائد عن حاجة الجسم والأملاح واللي هي الفضلات اللي هي النتروجينية والتوابل رقم بيه النفرون برضا غلط علشان النفرونات كانت هي الوحدة الوظيفية فيه كليتين كان كل كلية بتحتوي على حوالي مليون نفرون وكان بيتم عن طريقها عملية اللي هي الترشيح وعملية اللي هي اعادة الامتصاص الاختياري رقم جيم الغدة العرقية برضا غلط علشان دي تعتبر الوحدة الوظيفية للجلد وكان بيتم طبعا دي عبارة عن اموبة رفيعة تلتف حولي نفسها كان بتفتح على سطح الجلد عن طريق اللي هي المسام وكانت مهمتها الرئيسية هنا اللي هي استخلاص مين اللي هو العرق اللي هو كان يتكون من اللي هو المية والاملاح ونسبة صغيرة من الفضلات الانتروجينية رقم ده اللي هي مسام الجلد طبعا دي اللي جابة صح علشان دي قد عبارة عن فتحات بسمية مسام العرق او بسمية مسام الجلد وقد دي موجود على طبعة البشرة منين من اللي هو الخارج وكان جسم هنا بيتخلص عن طريقها اللي هو ايه من اللي هو العرق السؤال بعد كده اذا علمت ان فقرات العمود الفقري تترتب من اعلى لأسفل اعلى خمس مناطق كالتالي سبعة اتناشر خمسة خمسة اربعة طبعا عندنا السابعة دي بتمثل اللي هي الفقرات اللي هي العنقية الاثناشر دي فقرات صدرية بعد كده خمسة دي اللي هي القطنية الفقرات القطنية وبعد كده الفقرات اللي هي العجزية ثم الفقرات اللي هي العصاصية فبولة هنا اي المناطق التالية يتساوى فيها عدد ازواج الاعصاب الشوكية مع عدد الفقرات التي تقع فيها اعاوزين هنا ايه متساوين مع بعض طب اول حاجة عندنا اللي هي مين اللي هي الفقرات العنقية كان عندنا هنا كام 7 إنما الاعصاب العنقية كانت 8 فإذا ديMY несنفعش معنا llega بداية بالنسبة لنا كده غلط تمام ما ينفعش اخترح إحنا عوزين إيه見 تساوي خلا بنى بعد كده عندنا الليعمين الفاقرات مين الصدرية فعند هنا فيه كام 12 إللا هي فاقرة كان عندنا اللي هي العصاب اللي هي الصدرية كانت 12 أذوق فإذا دي متساوي hace دي معنا بعد كده عندنا اللي هي الفاقرات اللي هي القطانية عددها كم خمسة كان عندنا برضك اللي هي العصاب القطانية برضك خمس ازواج في زن دي كمان معانا يبقى عندنا كده اول حاجة اخترنا مين اللي هي الصدرية وعندنا كمان اللي هي مين القطانية دي اتصحي دي كمان تمام بعد كده عندنا الخمسة اللي بعد كده ديتنا هو بسماء اللي هي الفقرات اللي هي العجزية كان برضك اللي هي العصاب اللي هي العنقية برضك عددها خمس ازواج في زن دي كمان معانا يبقى بعد كده العجزية هنجي بعد كده اخر حاجة اللي هي الفقرات اللي هي العصاصية هنا عددها كان اربعة انما العصاب اللي هي العصاصية كان عددها زوج واحد فقط في ايه زي ما ننفحش نختار ده يوم معنا كده نختار ثلاث حاجات صدرية وقطنية وعجزية صدرية هنا في عنقية غلط هنا صدرية تمام وقطنية صح وعجزية صح يبدي الاجابة هنا قطنية صح عجزية صح انما عصاصية غلط هنا عنقية غلط عجزية صح عصاصية مش موجودة معنا فاصبحت غلط هنا احنا قلنا عنقية غلط وهنا صدرية اه صح اه قطنية ايه قطنية معنا صح فاصبحت العبارة ايه غلط يبقى الوحيدة صح عندنا رقمين رقمين اذا تعرض شخص للاصابة في الفص الجبهي اي مما يأتي سيفقده نتيجة لهذه الاصابة اول حاجة القدرة على الابصار هل لا علاقة لما لاش علاقة ليه علشان والله القدرة على الابصار دي متعلقة مين بالفص ايه القافوي ولاس مين اللي هو الفص ايه الجبهي رقم بيه الزاكرة طبعا دي الاجابة الصح علشان والله اللي هو الفص الجبه ده بيحتوي على مراكز اللي هي الحركات الاراضية وكمان بعض اللي هي مراكز مين الزاكرة وكمان اللي هي مراكز اللي هو النطق فده صح كده. رقم جيم الاحساس بيه المؤسرات اللي هي الخارجية طبعا الكلام ده غلط علشان المسؤول على الكلام ده مين الفص الجداري لان هو المسؤول عن الكلام ده عشان بيتحكم في عدة كبير منين من اللي هي الوظائف الحسية. زي الاحساس بيه اللي هي الحرارة والبرودة واللمس والضغط. رقم ده الاحساسバイ التوازن طبعا المسؤول عنه مين اللي هو المخيخ بيحفظ اللي هو توازن الجسم ب بتعاون طبعا مع مين مع اللي هو الأزم الداخلية وعضرة مين الجسم أي مما يلي يتسبب في حركة شعر الجلد عند مشاهدة فيلم رعب فيلم رعب يعني بتكلم عن حالات خوف شديد طبعا اللي هيحصل فيه المفروض الجهاز العصب اللي هو السنبساوه هينشط فلما ينشط هيبدأ ينبه مين اللي هو نخاع الغد القذرية علشان تفرز هيرمون اللي هو الإدرا نالين الهيرمون ده هيعمل ايه هيرفع ضغط الدم هيزود صورة ضربات القلب هيزود مستوى السكر وكلوكوز فيها الدم عن طريقها هيحول اللي هو الجلايكوجين اللي هو متخزن فيها الكبد الى ايه الى كلوكوز وكمان هيؤدن مين الى انقباض كل عضلة متصلة بايه بكل شعره وبالتالي هيؤدن مين الى حركة ايه الى حركة اللي هو شعر الجلد تعالوا نشوفوا الاختيارات رقم الف انقباض عضلات الشعر صح بتأثير من الجهاز العصب السنبساوي تمام زي ما احنا لسه شرحين يا بديل اجابة رقم بيه انبساط عضلات الشعر اللي هي مفروض انقباضها مش انبساطها بتأثير من انجاز العصب السنبساوي السنبساوي صح ان ما دي غلط فاصبحت الى اجابة غلط انقباض عضلات الشعر صح بتأثير من انجاز العصب البر السنبساوي لا ملوش علاقة هو مفروض السنبساوي هو اللي يعمل الكلام ده عشان هو اللي بيشتغل في حالة القف الشديد انبساط عضلات الشعر اللي هي مفروض انقباضها بتأثير من انجاز العصب الباري سنبساوي لا مفروض سنبساوي فاصبح الاتنين غلطة يبا كده الإجابة الصحة رقم ألف أي الأشكال التالية يمثل الاتصال بين خليتين عصبيتين تعالوا نبص على أول شكل كده ده عبارة عن اللي هي تفرعات الشجيرية ده جسم الخلية دي النهايات اللي هي العصبية وبعد كده تفرعات شجيرية جسم الخلية محور ثم نهايات العصبية طبعا ده صح عندنا طب ليه علشان والله لو احنا فاكرين كان عندنا اللي هي تفرعات الشجيرية وجسم الخلية العصبية هم اللي بيقوموا باستقبال التنبيهات العصبية بعد كده هيبدأ هنا السيالة العصب هيبدأ يتنقل عبر مين عبر اللي هو محور مين محور الخلية العصبية هي ماشي في اتجاه واحد تمام بعد كده إلى أن يصل إلى اللي هي النهايات اللي هي العصبية هتبدأ هنا نهايات العصبية مع التفرعات الشجيرية للخلية العصبية التالية هتعمل اللي هو التشابك اللي هو العصبي العصبي وبالتالي هنا اللي احنا كنا نسمعها الازرار فيدى هنا يتناقل السيلة العصب من الخلية العصبية ديت الى الخلية العصبية من المجاورة الى ان يصل الى النهايات وهكذا يبازا ده اللي هو الصح بالنسبة لنا اللي هي اللي جاء برقة مالف انما هنا طبعا ما نفعش اختاره طب ليه علشان ديت عبارة تفرعات شجيرية وديت عبارة ايه تفرعات شجيرية ده انا عندي ده مفروض السيلة العصبية هي ماشي كده ومفروض ده السيلة العصبة هي ماشي كده ده كده في اتجاهين عقص بعض ما يفعش ايه معنا رقم جيم أنا عندي هنا ده ايه جسم الخلية العصبية وده جسم الخلية العصبية يبع عندي هنا ده اتجاه انتقال السيلة العصبي تمام فيه الخلية العصبية ديت وفي الخلية العصبية ديتنا الاتجاه بتاعها من التفارعات الشجيرية وجسم الخلية الى النهيات بتاعتها يعني ماشي كده ده هنا في الاتجاهين والاتنين عقصة بعض ما يفعش اختاره ده هنا خلية عصبية وهنا مفيش اتصال مع مين خلية عصبية تانية برضه غلط علشان مفروض بتعمل ايه اللي هو التشابك مين اللي هو العصب والتشابك اللي عندنا بيكون تشابك عصبي عصبي او تشابك عصبي عضلي او تشابك عصبي غدي نخلي بنا وجود خلاية دم الحمراء في البول دلالة على حدوث خلل في بعض العمليات اين تحدث هذه العمليات فبولة رقم الف اللي هي محفظة بومن طبعا الايابة دي صح دي الاختيار الصح لعشان محفظة بومن كان بيتم بخلالها عملية مين عملية ترشيح اللي هو الجزء السائل من الدم اللي هو البلازمة يعني البلازمة اللي احنا فاكرين كان فيها ميا فيها فاضلات فيها مواد معدنية فيها كولوكوز احنا منكلم على مين عشان السليم خليبنا كان ما بيتمش ترشيح خلاية دم الحمراء وبعد كمان جزئات البروتينات عشان قبر حجمها انما طبعا وجود اللي هي مين خلاية دم اللي هي الحمراء ده معناه ان فيه خلال فين فيه محفظة مين محفظة بومن وبالتالي دي لجابة صح رقم به الانبيب الملتفى ليه النفرون طبعا دي ات مهمتها ايه عملية اعادة اللي هي الامتصاص الاختياري سواء الميا سواء الكولوكوز لمواد ايه معدنية ملاش علاقة بالدم ثانية هنل كان بيتم بردك فيها ايه عملية اللي هي اعادة الامتصاص الاختياري ملاش علاقة ايه بيه اللي هو نفاذ الدم الكلام ده كان بيتم بخلال محفظة بومن الرقم دال القناة الجامعة طبعا دي بتعتبر اول منطقة اه بنسمي السال اللي هو موجود فيها اللي هو البول وطبعا كان بيصبوا فيها مين الانبيب اللي هي المتفى البعيدة بردك ملاش علاقة يبالي جابة صح رقم الف في التجربة التي امامك تم نصر بزور خردل في صندوقين متمثلين لاتنين شكل بعض من الخشب قاعدة كل منهما من السلك يبال قاعدة بتاعتهم من السلك مخرمة يعني بكل منهما كمية متماسلة من نشارة الخشب فسر ما حدث فيه الف وبه بعد عدة ايام من الرأي زي ما احنا شايفين اللي هو السندوق اللي اولين ده محطوط فيه وضع اللي هو افقي تمام فنعد هنا كمية المية تتساوى على الجانبين بالنسبة للجزر وبالتالي هنا هينمو اللي هو الجزر ايه رأسيا الاسفل فعندنا كده اللي هو رقم الف هقول له تنمو الجزور رأسيا الاسفل تحت تأسير الجاذبية الارضية نتيجة تساوي نسبة الرطوبة على جانبي الجزر هناخد رقم رقم بيه نبص عليه كده زي ما احنا شايفين هنا السندوق ده محطوط مائل وبالتالي هنا كمية الرطوبة مش هتتساوى على الجانبين فيدى هنا اللي هي الجزور هتبدأ تنمو وتنفذ من اللي هي السقوب ثم تنحني مرة تانية اليامة مين اليامة الرطوبة علشان زي ما احنا عارفين الجزر بيكون موجب الانتحاء اللي هو ايه المائي يبقى عند الرقم بيه اقول له نمو الجزور وتنفذ من خلال السقوب ثم تنحني تجاه الماء لان نسبة الرطوبة غير متساوية على جانبي الجزر والجزور تتجاه للماء لان الجزر منتحي مائي موجب احنا عارفين طبعا تفسير الكلام ده عندنا طبعا الجزينات هنا في يامة الماء هيكون تركيزها اعلى من الجانب الاخر لما بيزيد هنا تركيز الاجزينات هيودي الى تصبيت اللي هي نمو اللي هو الجزر الجانب الاخر هينمو بالمعدل الطبيعي بتاعه فينحني اللي هو الجزر تجاه مين تجاه الماء بسمى في الحالة ديتنا هو الجزر ايه موجب الانتحاق ايه المائي قارن بين الغشاء العصبي قابل التشابكي والغشاء العصبي بعد التشابكي من حيث مين من حيث اللي هو التركيب من حيث ايه التركيب فعندنا كده اول حاجة ده السؤال رقم اتين وعشرين اول حاجة عندنا اللي هو الغشاء العصبي قابل التشابكي طبعا ده المكان بتاع فين اللي هو المكان نهاية التفرعات النهائية لمحور الخلية العصبية التركيب بتاعه يحتوي على حوصلات حوصلات تشابكية بها ناقلات كيميائية زي مين اللي احنا فاكرين اللي هو القسطية الايه كلين خلي بنا وكمان فيها الايه مضخات الكالسيوم مضخات ايه الكالسيوم الغشاء التاني اللي هو الغشاء اللي هو العصبي بعد التشابكي اللي المكان بتاعه المكان اللي هو الزوائد الشجيرية للخلية العصبية المجورة كان عندي ده بيحتوي على ايه يحتوي على مستقبلات الناقل الكيميائي او بسميه العصبي اللي انا قد بسميه مستقبلات ايه الخاصة ما العلاقة بين خلايا شوان وسرعة اللي هو السيال العصبي عندنا طبعا خلايا شوان برقم تلاتة عشرين هقول له تكون خلايا شوان مادة الميالين وهي مادة عازلة دهنية عازلة طبعا بتعمل على زيادة سرعة نقل السيال العصبي لانها تؤدي الى انتقال السيال العصبي عبر عقد رنفية فعشان كده بتؤدي المين الى زيادة سرعة نقل السيال العصبي فسر مكونات البول بالقناة الجامعة الواحدة اضعاف مكوناته بالانبوبة المرتفة البعيدة للنفرون الواحد طبعا الكلام ده صح اقول له عبارة صحيحة عبارة 24 اقول له عبارة صحيحة طب ليه اقول له لان الكلية الواحدة تحتوي على حوالي مليون نفرون والتي تتجمع وتصب في القنوات الجامعة ده بالنسبة مين ليه اللي هو ايه اللي بيسألنا عليه اللي هي مكونات نفسها كمان التركيز كمان خلي بالنها بيزيد كمان يعني تركيز مواد الاخراجية نفسه بيزيد فين في اللي هي الانبيب المتفى البعيدة للنفرون بيكون طبعا تركيزه اقل منين من اللي هي موجود فين في القناة ايه الجامعة يعني هدراتي بيكلمنا على هي المكونات كمان عندنا حاجة تانية كمان ويزداد ونبدأ كده الاول وتركيز وتركيز المواد الاخراجية في الانبوبة الملتفة البعيدة للنفرون تكون اقل من تركيز تركيز المواد الاخراجية في القناة الجامعة حيث يكون البول اعلى تركيز احنا طبعا عوزين اول حتة بس عندنا اللي هي عدد النفرونات اللي هي حوالي من النفرون هيصبوا فين فيه اللي هي القناة اللي هي ايه القنوات مين اللي هي الجامعة يا ربكم فهمنا متنسوناش من صالح دعوكم كان معكم استرطار وإلى اللقاء ان شاء الله في حلقة قادمة وبتوفير لجميع رب العالمين وصلاة الله عليكم ورحمة وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة